بين يدي الذكرى السابعة والأربعين لجرمة أحراق المسجد الأقصى أصدر المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى كيو بريس تقريرا سلط ضوء فيه على أهم وأبرز المخاطر والجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال المسجد الأقصى في حزيران من العام 1967 التقرير ذكر أن نحو 80 ألف مستوطن وعنصر احتلال اقتحموا ودنسوا الأقصى منذ عام 2009 فيما نفذ الاحتلال نحو 50 حفرية أسفل محيط المسجد الأقصى وطوق الأقصى بلوادي 100 كنيس وشكلت الاقتحامات والحفريات والتهويد ثالثا احتلاليا يستهدف الأقصى وإن كانت جريمة حريق المسجد الأقصى في الواحد والعشرين من آب 1969 تمثل أبرز حدث يدل على نياته ومخططات الاحتلال الإسرائيلي بهدم وتدمير المسجد الأقصى وبناء هيكل مزعوم على أنقاضه بعد أن وقع تحت الاحتلال والأسر الإسرائيلي بتاريخ 76 1967 على طريق المشروع الصهيوني المستهدف للقبلة الأولى الزاعم بأن لا قيمة لإسرائيل بدون أوريشاليم ولا قيمة لأوريشاليم بدون الحيكل فإن حرق المسجد الأقصى حقيقة لم يتوقف ولو لدقيقة واحدة فالنيران ما تزال مشتعلة فيه منذ 47 عاما عبر ألسنة النيران الثلاثة العملاقة الاقتحامات والتدنيس الحفريات والأنفاق التهويد والاستيطان والتي تشكل ثالثا خطيرا يستهدف المسجد الأقصى على مدار الساعة وفي إحصاء توثيقي للمركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى كيوبرس وبالاستعانة والاعتماد على إحصائيات صدرت عن مؤسسات فلسطينية سابقة فإن نحو 80355 مستوطنا وعنصرا احتلاليا اقتحموا ودنس المسجد الأقصى خلال الثماني سنوات الأخيرة منهم 66174 مستوطنا و10747 عسكريا ورجل مخابرات بل هل اقتحامات العسكرية خلال أحداث الاعتداءات على الأقصى ومصليه بينما لم يتعد في سنوات انخالت عدد المقتحمين العشرات في السنة الواحدة في حين أنه بين أكتوبر 2000 ومايو 2003 لم تتم اقتحامات من هذا النوع بتاتا ترجمة نانسي قنقر